المطارات احنا بيتعمل يعني الحقيقة غير المطارات الجديدة اللي بتتعمل زي مطار البردويل الدولي ولكن كل مطارات الحقيقة سيناء بيتعمل لها تنمية كاملة من خلال الصور اللي حراكم شايفينها ده مطار البردويل الدولي اللي بالكامل عشان يخدم شمال سيناء ولكن ايضا طبعا مطار شرم الشيخ اللي حصل ليه طفرة هائلة مع التزامن مع صدافة الكوب 27 والمطارات الطابة والطور كل دي مطارات تم تطويرها واخر مطار اللي بيتم تطويره وينتهي ان شاء الله هذا العام مطار سانت كاترين عشان يخدم عملية التنمية الصحية الضخمة اللي بتتعمل النهاردة لمنطقة سانت كاترين وده هيبقى صورة المطار ان شاء الله بنهاية هذا العام حنكون ان شاء الله جاهزين لافتتاح